اهلا بكم شعدت مديرية زنجبار في محافظة ابيان انعقاد اللقاء التشوري الثاني لوجهاء ومشائخ قبائل المحافظة بحضور نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقال الجنوبي عيدروس الزبيدي ووعد الزبيدي خلال كلمة القاها في اللقاء التشوري باستصال الارهاب من ابيان وشبوى ووادي حضر موت وكافة ارجاء الجنوب مؤكدا البقاء في ارض القتال حتى اعادة الامن والاستقرار لابين كما اكد الزبيدي ان ابيان ولاد للقيادة والشجاعة والتضحية وهي خاصرة الجنوب وسلته الغذائية على حد تعبيره زار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقال الجنوبي عيدروس الزبيدي اسرات الشهيد عبداللطيف السيد في ابيان واكد الزبيدي انه يولي اسرات الشهيد عبداللطيف خاصة وشهداء عمتان اهتماما خاصة نظير التضحيات التي يقدمونها في ميادين الشرف والبطولة وهم يدافعون عن وطنهم ودينهم اصدر مدير عام مديرية حطيب في محافظة شبوى الشيخ محمد مبخوت بيانا بشأن مخرجات اللقاء الذي جمع قبائل وابناء المديرية من اجل التصدي للتنظيمات الارهابية في المنطقة وتضمن البيان التأكيد على منع ايواء التنظيمات الارهابية او التعاون معها في مديرية حطيب واعتبار من يتعاون مع تلك التنظيمات عدوا تجب محاربته ومنعه من المرور في طرق المديرية كما اكد البيان العزمة على استحداث نقاط لمنع تحركات العناصر الارهابية عبر طرق حطيب استهدفت ميليشيات الحوثي قرية اهلة بالسكان في اطراف مديرية مقبنة غرب تعز واوضحت مصادر محلية بان الميليشيات استهدفت قرية جعاشي بقصف صاروخي وقع بالقرب من منازل المواطنين ما اثار الخوف والفزع في صفوف الاهالي خاصة لدى النساء والاطفال نظمت هيئة الهلال الاحمر الاماراتية العرس الجماعي السادس في ارخبيل سقطرة وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد السابع في سقطرة ونظمت هذه الفعالية او نظمت هذه الفعالية السنوية للمرة السادسة على التوالي برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وبتنظيم من اياد الخير الاماراتية بواسطة هيئة الهلال الاحمر لمساعدة الشباب على الاستقرار الاسري وللتخفيف من الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد نهاية المجلس الى اللقاء